بشكل أو بآخر، التطورات في العمليات العسكرية خاضعة للفشل الذي لحق العملية السياسية. وبعد أسبوع من إعلان توقف المشاورات في الكويت، يواصل طيران التحالف العربي غاراته بشكل غير مسبوق ضد معاقل عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. أما في محافظة المحويت، استهدف الطيران معسكر الأمن المركزي الذي تسيطر عليه الميليشيا. وفي محافظة تعز، قصف الطيران بسلسلة غارات مواقع ومخازن التموين العسكري بمفرق ماوية. كما واصل الطيران قصف مواقع للميليشيا في المعقل الرئيسي لها بمحافظة صعدة. هذه الغارات تأتي في ظل استمرار القتال الذي يخوضه الجيش الوطني في عدة جبهات في نهم على تخوم العاصمة صنعاء وفي محافظة تعز في أكثر من جبهة داخل المدينة وضواحيها. تسير كل هذه المراحل في إطار العمل العسكري لغارات التحالف من السماء وخوض المعارك القتالية على الأرض لإيجاد طريق إلى صنعاء والنفاذ إلى معقل الإنقلابيين صالح وجماعته وحلفائه.